موسيقى مساء الخير مشاهديننا وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج مساء في حلقتنا اليوم رح نناقش تأثير الحالة النفسية على حياتنا ورح نتطرق لموضوع من جهة تتعلق بنفسية المرأة الحامل وتأثيرات الحمل على مزاج المرأة ومن حولها أما الموضوع الثاني رح يكون تربوي همنا كآباء وأيضا الأمهات يهمهم كيفية التعامل مع المراهقين والأطفال وشلون ممكن أن نقوم سلوكم خصوصا إذا كانوا عنيدين باسمك مشاهدنا الكريم الرحب بالدكتورة نادي الحمدان السادة علم النفس في جامعة الكويت نحن سعيدين جدا بالتواصل بيها في البداية نحن نتكلم دكتورة عن ماذا تعتمد اتجاهات المرأة نحو الحمل خصوصا يعني أن مزاجية المرأة وطريقة حتى تعامل الزوج وياها في البداية تختلف تماما والمقبلين على الزواج أكيد سيستفيدون من هذه المعلومات من نجح السلام عليكم واشي أليكم السلام ورحمة وعني أرحب فيكم بعد مثل ما أنتم رحبتوا فيني برنامجكم إن شاء الله يكون في إثراء للجميع إن شاء الله في هالأيام المباركة وإن شاء الله نقول يعني أن المرأة لها دور عظيم يعني خاصة أن خصها الله سبحانه وتعالى بصورة كاملة صورة النساء لأظم اللي هو الدور اللي تقوم فيه المرأة فالحمل ما هو شيء سهل بالنسبة للمرأة تغير كامل لجميع أجزاءها الداخلية الفيسيولوجية نسميها التغيرات هذه تأتي من مين لأن تغيرات حدثت في الهرمونات فنحن نعرف أي شيء تغير بالهرمون يأثر على مزاج المرأة فتغيرات المرأة وهرموناتها الكثيرة هرمون الأندروجين اللي رح يفرز اللي هو الأستروجين بالنسبة للمرأة مسؤول عشانها والبروجسترين الأستروجين اللي هو ظهور علامات الأنوثة والبروجسترين ظهور علامات الحمل فهذه الهرمونين لهم دور كبير في التغيرات النفسية للمرأة كذلك لا ننسى أن رح يكون بعد هرمون ثالث اللي هو البرولاكتين اللي هو الرضاعة فشوف هذه الهرمونات كلها رح تحدث أثناء حمل المرأة فأكيد أي هرمون يصير فيه تغيير في الجسم يؤثر على مزاج المرأة ومفعالاتها رح تتغير من ناحية نفسية لأنه رح تكون أكثر عصبية رح تكون تترفز بسرعة ما تتحمل كذلك التطورات اللي تحدث داخل الجسم لا ننسى أنه كائن روح داخل الجسم رح يتكون جديد فرح يأخذ كل أجزاء المرأة منه من فيتاميناتها يعني تكوين كامل داخل المرأة روح من روح فهذا كذلك لدور كبير ويلعل دور كبير في تغيير نفسية المرأة مزاجية المرأة أثناء الحمل أو تحديداً في الأشهر الأولى حسب خبرت المرأة نسميه الوحام نسميه الوحام أو نسميه التنسى المرأة التنسى المشكلة تحدث في المزاجية الصعبة بعض الحريم نسمع أن تكرح رح تريلها مشاكل نفسية تحوشها مزاجيتها وعصبيتها وتغيير كامل تصل لدرجة أنه لا تريد حتى الزوج يكون موجود في البيت فممكن أن تصل إلى المراحل هذه طبعاً لأن التغيير الهرموني هو الذي يسبب لهذا الشيء فيمكن لو الناس متخصصين بالأمراض النساء سيعرفون طباء أمراض النساء لقائنا كل الجيستة لكلهم دارين أن التغييرات هذه الهرمونية هي السبب يعني المرأة يعني يمكن تحب زوجها وما تبيب تعد عنها حتى لو في وطرة المحام لكن ما تحب ريحتها هذا تغيير بس هرموني مو تغيير بالحب والكره لا ما لا شغل أصلاً بالحب والكره لا شغل بس أنها روائح مختلفة بعدين مو بس روائح الرجل يعني بعضهم روائح البيت كله المطبخ يعني الأشياء كثيرة فيها حتى يمكن لهم عيالها ما لها خلقهم ما لها خلق تغير هدوة ما لها خلق تسوي يعني وايد أشياء ترتبط مو بس بالزوج يعني الزوج يمكن مأخذها حساسية أن هي هللي كانت تحبها واللي سعى للزواج يمكن بينهم حب كبير وفجأة تصير تنقل فوق حضر يعني وممكن دكتورة في رجال ما يتقبلون هالشيء من المرأة وايد من الرجال اللي يعتقد أنها صجف بداية بدأت تكرهها وهو في الواقع لا مكر هو في الواقع تغيير بالنفسية فتغييرها النفسية تكره كل شيء ترى المرأة الحاملة ومو بس الزوج تكره كل شيء بحياتها حتى لو تسألها تحبين هاللبس قول لكم مع أنها كانت متعة لها اللبس يعني فيه أشياء كثيرة عيالها يعني صارت شوية تتنحها لو كان عندها عيال يعني أهلها كلنا صارت يعني شوية مقوقعها نفسها أكثر لأن شيء نوع من الاكتئاب نحن نسميه اكتئاب الوحام وفيه اكتئاب اللي هي النفاس يعني هذا كلها مراحل يتفرمر فيها المرأة يعني فيه هرمون اللي هو يفرزه الدماغ هرمون الدوبامين وله دور كبير فيه عملية السعادة واللي هو يفرز الدور الأندروفين اللي هو يسبب السعادة هذا طبعا رح يقل لأنه رح يصير عندي كآبة يعني العرفة منك دكتورة أنه فيه شغلات تتغير في المرأة مثلا على حسب شغلات كانت تتحبها قبل ممكن تكرهها بعد الحمان كلها تتغير ممكن فيه شغلات كانت تكرهها قبل الحمان تتحبها القرآن ما قال حملته كرها ووضعته كرها يعني كله فيه أذى وتعب للمرأة يعني القرآن الكريم واضح وموضح لنا أن يا زوج تحمل زوجتك لأنه أصلا في وضع كره هي تكره المرحلة هذه ولكن بعدها سبحان الله تتغير الأحوال مجرد أن يخف الهرمون هذا بالشهر الرابع تقريبا من الحمل يخف إلى الخامس فتلاقي المرأة خلاص طبيعية صارت وما عندها مشكلة بس صار ثقل وتعب يعني غير الأول كان بداية الهرمونات بالنسبة لعلاقة الأم بجنينها شلون يعني ممكن تتفسر مزاجية الأم في تعاملها مع الجنين والارتباط يعني يمكن الأطباء له دراسات عميقة به الجانب إن شلون علاقة الجنين في الأم لأنه وين يتكون يتكون من الأم فهو مو بس تكوين بيولوجي تكوين نفسي كذلك شوف الحب اللي بينها وبين هذا الطفل هي لما تكون تعبانة الطفل ما يتحرك إذا كانت مستانسة يتحرك أكثر إذا كانت تعبانة وجدوا أن في رابطة كبيرة بين مزاجية المرأة ومزاجية الطفل الأم اللي تكون أثناء الحمل عصبية ومنرفزة طول الوقت ومرتاحة الولد يطلع عصبي نفسها كذلك إذا كانت يقولك المرأة عانت مشاكل نفسية أثناء الحمل ووجدوا فعلا في دراسات طبية أن يطلع الولد فيه أمراض جلدية خاصة الربو وخاصة الأكزيمة وبعض الأمراض الجلدية كذلك الربو ووجدوا أن نواع الحساسية كذلك مرتبطة بنفسية المرأة أثناء الحمل فوايد الرابط قوي يعني أنا سمعت شغلات وايد غريبة عن مرحلة الحمل وارتباط علاقة الأم بالجليل حتى بطريقة القراءة أو أي يعني بالشهر الرابع الخامس تبدأ مرحلة السم عند الطفل يبدأ يسمع أمه ممكن أن يسمع أمه والدراسة النفسية اللي صارت بعد ولادة الطفل بيوم واحد حطه صوت مسجل وصوت الأم وهو التفت الطفل وهو عمره يوم واحد إلى صوت الأم لأنه يعرف صوت الأم فوايد علاقة كبيرة بين الطفل وبين الأم نفسها أنزين ما في خطوات أو أسلوب معين ممكن تعيش المرأة الحامل في فترة الحمل على أساس أنها تساعد نفسها وتساعد جنينها أن ينمو نهو طبيع طبعا المفروض يعني العائلة كلها تكون واقفة معاها يعني خاصة في بداية الحمل الزوج هو أكثر داعم للمرأة فهي تنتظر منه أنه يقدرها يقدر عصبيتها يقدر تعبها يعني يواسيها يطلعها يونسها وساعات المرأة تشتهي أشياء غريبة طبعا يمكن شفنا في كثير من مسلسلات يبالغون في الأمر ولكن فعلا المرأة لا بالواقع نسمعنا أذكر قبل أمهاتنا قبل يعني طبعا على أيام قبل كلها يروحون من البر تشتهي المرأة الحامل طين خاوة اللي هو المطر لما ينزل على أرض ناعمة يصير لونها شوية أخضر تحب المرأة تاكلها طبعا المنية بهذا ولا خريط بوقت مول خريط ومدروا شون هو وقت يعني وايد أشياء المرأة تتخيلها أو تتوحم عليها يعني حتى أذكر في المسلسل مال أبو جسين عبد الرضا اللي يقول يبلها لبن العصفور فيقولها ماين أيام شون أحلى بالعصفور فيعني وايد أشياء صدق فعلا غريبة يمكن قد يكون جزء من بيولوجيتها تحتاجها أو يكون بس نفسيا مرتبطة أن هذا الشخص مرتبط فيها أو لا ساعة ما يكون طلب ملح ولكن حبا لأنه تقربا لها نعم مستمرين وياتش مستمرين مع المرأة الحامل برايك أخذنا وراجعين تكلمنا مع الدكتورة نادية عن حمال المرأة وتكلمنا عن أمور والطراباتها النفسية اللي ممكن تحوشها في بدايات الأشهر الأولى من الحمل تكلمنا عن الطرابات النفسية وشلون يعني ممكن أن تتفادى بعض الأمور اللي من الممكن أنها تأثر على نفسية الجنين حتى ما بعد الولادة الحيق أن تكلم عن الزوج وخركز على الرجل وطريقة تعاملة مع المرأة في بداية حملها لآخر أشهر الولادة طيب الزوج طبعا نعرف أن هو ما اختار هذه الزوجة إلا أنه حبها وكذلك هي ما اختارتها من بين الرجال لأنها حبتها فهذه مرحلة مرحلة نسميها مرحلة طارئة وهي ما تتعدى أشهر يعني يعني في بداية الحمل المرأة ما يظهر عليها العلامات إلا بعد تقريبا أربعين يوم والمذكور بالقرآن أربعين يوم اللي تبدأ علامات الحمل تظهر الأربعين يوم هذه إلا ثلاث أشهر تقريبا ما هي فترة كبيرة كلها يمكن شهرين فهي يعني مرحلة نقول أنه يبين شلون العلاقة بين الزوج والزوجة في ناس ما تظهر عليهم علامات الوحام فيصير الأمر طبيعي بالنسبة للرجل أما المشكلة الحقيقية لتصير لما تكون المرأة فعلا عندها علامات الوحام بسبب أن هذه الهرمونات هي لضغط عليها فهني الرجل لازم يصير عنده ثقافة يعني وأتمنى أن كل الرجال لما يتزوج يقدم على الزواج في كثير من الكتب في كثير ما شاء الله حين عاد الجوجل واليوتيوب وكل شيء والفيسبوك يطلعون لك أشياء كثيرة شون يتعامل الزوج معها زوجته في أثناء فترة الحمل كل ما كان أقرب لها وإن كانت تكره يعني قربها تكره ريحتها تكره دومها تكره ما يخالف يتحمل هالفترة هذا رح ينخش له بعدين لما تصير يا زينة تقول يا الله ما قصر فلان ما قصر معاي ووقف معاي ووقفة حلوة وأن أنا أشد أنه يعني يعني عرفت رح تذكر له الطيبة هذه لكن الرجل بعضهم رح يسمع كلام الأهل يعني يعني مثلا كلام أهله بلويم عليك من هذه كلها خرابيط ويشحنونه وي عند الزوجة مشحون أنها كل خرابيط أمي تقول كلها تشذب وما في شيء اسمه نسات أعتمد على شخصيته هذا هو إذا هني نحتاج أن الرجل إذا هو يعتمد على كلام بس الناس اللي حواليه من أزواج من أخوانه من أهله يعني ما نقصد أنهما يمكن بطيبة يقولونها ما نقصد أنهما يشوشيون على المارة بس يقولون لأن ما كهل أشياء فأهو وين يكون أقرب لها لما يكون هو عند أمها يروح عند عمتها يقول كذا صار كذا كذا أهية الأم تكون قريبة من بنتها أكيد أهية فرحة وهمة ما يخالف تحمله كذا وكذا وهذا زوجه ويحبه ويكثر لها يعني يزيد بالقرب منها بهدايا بأشياء بكلمات حلوة يعني يخليها أكثر يعني مثلا نقول تاخذ هذا في منظورها أهية تقول والله أنا قاعدة أطرده أزفه وأرد عليه وعصبية إلا أنه ما تحملني ترى هذا شيء يذكر له وبعدين يعني من الفترات التي بعدها ستحس نفسها فعلا هذا الرجل يستاهل أنه ينحب يعني إذن هو اختبار وهو سيطيح بالامتحان هذا يا ناجح يا ساقط وبالنسبة حالات معينة تحوش المرأة أيضا الغيرة من الحالات التي تحوش المرأة أو من حالات الوحام ممكن تكون غيرة زادة عن حدها طبعا هو يرى كل هذا نقول بسبب الهرمونات المرأة طبيعتها مثل ما قالوا علماء النفس المرأة غيورة في طبيعتها غيورة يعني يعني حتى على أيام رسول الله سلام كانوا النساء بينهم بين بعض نساء النبي نفسهم ومهات المؤمنين كانوا يغارون من بعض فالغيرة موجودة في المرأة نفسها وكذلك الرجل عنده غيرة ولكن غيرة المرأة غير عن غيرة الرجل فغيرة المرأة دائما فيها تخيلات فتتخيل أنه وكذا ما أكلمها قالت إيه هذا مسوي لبلوة ومدري وين وتبدأ تسوي حوار وسيناريو وهو موجود وقبل الحمال الغيرة موجودة لا بعد الحمال تزيد والشيك موجود والسوالف والطواري هذه اللي قاعدة تزيد وبعد الحمال تزيد عسما غرف عنها خمس دقائق قال اه تأخر عنده سالفة لا هو أحسن شيء كل ما يتأخر يب شيوية تنطف الغير عشان يراضيها تنطف الغيرة مرة واحدة أنزين غيرة الرجل نفسه الآن تكلمنا عن غيرة المرأة غيرة الرجل ممكن أن الرجل يغار من علاقة الأم وارتباطها بجنينها هناك ناس طبعا هناك رجال لأن المرأة كانت تهتم بشكل كبير للرجل فلما تكون حامل سيكون انتباهها للجنين نفسه بعد الولادة ستكون وائد متى ما يمكن فترة النفاس يمكن تكاد تكون ما تذكر زوجها نهائي من كثر ما هي مرتبطة عاطفيا ونفسيا ووقتي ووقتي كلها لطفل هذا يعني هي لا تقدر تنام لا تقدر 24 ساعة وياه فهنا قد يكون الرجل يقول طيب وين دوري أنا يعني ليش مو أنا المفروض أنه يساعدها يعني نشوف إحنا في الدول الأوروبية الرجل يقعد مع المرأة يساعدها يغير للطفل يشيل عنها شوية يشيل يخلي نام مثلا يتنوم ينوم الطفل فهذه المساعدة حلوة نحن لك نحن نشوف شنو الرئيال ينحاش وليس صدق أن المرأة بنفس عندهم أربعين يوم وهو مطنش يامسافر يامدون يارايح عند ربع مو كلهم مو كلهم فيه فيه عشان طريقة تعامل للمرأة مع طفلها وجنينها في الأشهر الأولى سواء كانت أو لغاية نهاية الحمل والولادة تختلف تماما عن ثقافة المرأة الخليجية بشكل عام يعني أو ثقافة المستوى المحلي اللي قاعد نشوفها أو اللي نسمعها بشكل عام بأن خلاص هدت نفسها مجرد ما حملت حسة أن أروحها ثجيلة ومهي قادرة تمشي وتعبان ودايما تعطي حق نفسها إيحاءات بأن خلاص هذا تعب تشايد ما رح تقدر منها تتحمله لغاية ما تولت حكس المرأة الغربية تقوموا رياضة وتشوفينهم وتمارين وشي غير يختلف في المرة يعني حتى الولادة تكون طبيعية يعني تختلف عن الولادات اللي ممكن تكون بعمليات وسيزيرين وغيرها من هالأمور ليش الثقافة على حسب طبيعة الثقافة كل دولة عرفت شلون يعني أنا عشت في أوروبا وشفت ثقافتهم تختلف نهائيا للمرأة الحامل يعني الطبيب نفسه طبيبها وايد يهتم لها اهتمام ليل بيت يوصلون ليل بيت يطالعون يتشاكون عليها إذا ما يتأخر موعد واحد يروح لها البيت أكيد هي تعبانة ما تقدر كذلك يهتمون في أول المرأة لازم بعد الولادة لازم تصير طبيعية مثل ما هي كانت قبل الولادة قصدي قبل الحمل اهتمام أولا في جسمها اهتمام في الرياض التي يجب تسويها يعطونها جلسات تقريبا كل بنت شم أسبوع ثلاثة جلسة تسوي تمرينات رياضية عامة معها مجموعة من الناس يحمل يعطونها يوم بالشهر تشكي حالها إذا كان عندها مشاكل نفسية تقعد معها جروب ثرابي تقعد معهم وتسولف معهم لنفس مشاكلها فرأيت نحن عندنا نتمنى ما فكرت أنت سويت كتاب عن سيكولوجية المرأة قلت مستشفى مرة طلبنا منهم أن نسوي هذا شيء قل ما في قبول يعني ما ما في أحد من النساء تتقبل لماذا هم سووا دراسة أو استفتاء أنه في قبول أو لا وعطوك وعندما عندما تقعد في وقت الانتظار يوررونك ما هو المرأة الحامل ما هو معاناته الريان نفسه ينتظر مرته ويتدخل أثناء الفحص يشوف يطالع شنو الحمل شنو الولادة شنو المطلوب منه يعني يثقفونه وهو قاعد بس يطالع التلفزيون ما عنده شي ينتظر زوجته فإحنا هنا ما عندنا هذه الثقافة إحنا هنا عندنا حد السونار حد لا حد يقطها عند الباب بعد المستشفى ويمشي يشيك على الولاد هذه الثقافة موجودة عندنا يردت ما هي صعبة يردت تكون هذه الثقافة موجودة بحيث أن الزوج يكون فعلا يتأثر في هذا الطفل الذي يه أنه جزء منا ليس فقط أنه عليه دور الأبوة ليس فقط دور الأبوة ما هو الحب والحنية لهذا الطفل يردت يكون عندنا هذا الجانب من صفات رسول الله كيف كان يحب ولده إبراهيم كيف كان يعامله قبل لا يتوفى قبل لا يموت وكان عمره سنة سنة ونص كذلك كان يتلاعب مع الأطفال الصغار وهم يمشون بالشارع وهو يعني مثل ما نقول يداعبهم فهذا كله يعني يريد يكون مطلوب عندنا يكون هذه سيرة رسول الله ليس سيرة يعني الأجانب اللي نحن قاعد نفتخر فيهم ونقول أنهم زينين لا بالعكس نحن عندنا ثقافة أحسن منهم لكن يريد تطبق وما تأخذ جهد ولا شيء يعني كلها فترات بسيطة حتى الانترنت يتبقى يعطون يعني ليش ما يكون هو برنامج يدخل في الرجل ويشوف مقدم على الزواج ويشوف هالأشياء في أثناء الحمل شنو مفروض يسوي بعد الولادة شنو مطلوب صراحة أنا لا أرى الثقافة موجودة للأسف نتمنى صراحة أن تطبق مثل هذه الثقافات على الرجل والمرأة ويني سترتاح المرأة كذلك عندما الرجل يكون مثقف في هذا الجانب يلاحظ أن المرأة جدا ترتاح والله ورّك على الريال إذا حب المرأة ورّك على المرأة إذا حبت الريال واثنينات هم ستصب في مصلحة الجنين وحتى بعد الولادة فاصل يأخذنا منكم مراجعين دكتورة آخر سؤالة بسألة عن المرأة الحامل قبل أن أمدش بموضوع المراهقة موضوعنا الثاني نتكلم عن آخر أو نهايات فترة الحمال أو الولادة نفسها بعد الولادة تنتقل إلى مرحلة النفعص هناك أمور كثيرة أنا سمعتها أن المرأة ممكن أنها حتى تقتل جنينها فهل هذا صحيح قصدك مولودها مولودها أو جنينها عاصف مولودها نعم فهو أرى المرحلة الولادة كان أول في السابق لا يسمح للرجل أن يكون بالقرب من زوجته الآن صار عادي كل مستشفية تسمح للزوج أن يكون قريب جدا من زوجته أثناء الولادة قبل لماذا كانوا يسمحون أو لماذا يسمحون أول ما أدري لماذا كانوا يسمحون على أساس أن كانت الولادات غرفة واحدة وصعبة هذه الآن صارت أغلب النساء تولد في غرفة منفصلة فكان يسمح للزوج أنه يكون بالقرب منها وها طبعا عالميا موجود أن الزوج يكون مع زوجته في كل مكان بعد الولادة هنا تحتاج المرأة الزوج قريب جدا منها لماذا؟ لأن هنا قلنا الهرمونات بدأت تتغير مرة ثانية على أساس تعيد تأهيلها مرة أخرى وترجع إلى وضعها الطبيعي حتى ترجع إلى وضعها الطبيعي سترجع المرة مرة ثانية إلى معاناة ثانية التي تحس بالاكتئاب بالضيق بكاء كثير بكاء بكاء بشكل غريب تقول لنا لماذا أبتشي لا أدري هو جزء من مادة الأندروفين التي تسبب السعادة أو التعاسة فتغل إفرازها يؤدي إلى نوع من الاكتئاب والتعاسة في مادة الدوبامين مثل ما قلنا عنها ستفرز أكثر أثناء فترة النفاس و لذلك نرى كثير من النساء ترى أن بدأت تضيق يعني تحس بضيقة أولا جسمها ستغير شكلها يتغير الجنين هذا معارفة ما تفعله فيه تحطه ينام يصرخ معارفة مطلوب خاصة إذا كان أول جنين أول مولود لها هذا أول مولود لها ستكون لازم الأم تكون قريبة منها أمها كذلك الزوج يجب أن يكون جدا قريب منها لماذا؟ لأن هنا تحتاج إلى الدعم الأسري لماذا؟ لأن هنا كثير من الحالات من كثر الاكتئاب قد يسبب أن المرأة تشعر باكتئاب شديد إلى الانتحار قد يتقتل في حالات مرت علي تشديد في حالات كثيرة عندي أنا مرت علي مرة أن واحدة ولدت كان عمرها صغيرة جدا كان عمرها 16 سنة فلما جتني مسوي لها كوي وضارب ويا يبيل لها شيخ يقر عليه وطاق ليش يقولون أن فيها مس هي ما فيها مس هي فيها اكتئاب لذلك هذه مشكلة بعض لأن قلة الثقافة الناس وقلت معرفتهم بالدين بدأت البنية مسكينة تظهر علامات أن تبتقت الجنينة ظهرت عندها تبتقت النفسها تبتقت للطفل هذا اتيها حالة اكتئاب شديدة بسبب هذه الهرمونات مرحلة خطرة جدا 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 لذلك تحتاج المرأة في هذه المرحلة إلى الدعم الأسري إذن الزوج يجب أن مرحلة النفس جدا يكون قريب منها وانا أنصح للزوج أن يقبل لها شيء بسيط لو شيء بسيط يعني مثلا لو أكل حلوى لو حلويات يحاول شغل أندروفين يشتغل أكثر أساس تشعر بالسعادة الأهل كذلك الدعم الأسري مهم جدا في هذه المرحلة ونرى دائما البنت تكون عند الأم ولذلك تسوي لها أحلى أنواع هذا يجعل ظاهرة الاكتئاب تقل عند المرأة فنحن نتمنى أن يكون هذا موجود في ثقافتنا إن شاء الله إن شاء الله نحن وصلنا يعني ممكن تكون معلومات كافية بالنسبة ويمكن الأمور في موضوع الحمل والولادة تطول وإن شاء الله في لقاءة قادمة ممكن أن نحن أن نتكلم عنها ولكن نركز على موضوع يمكن تكلمت عليه كل وسائل للعلام ولكن من الضروري أن نحن نتكلم خصوصا في عز التطور الذي نحن عايشين لأن المراهقات تتغير بتغير الأزمنة مراهقة الستينات غير مراهقة السبعينات غير مراهقة الألفية التي نحن عايشين فنمط مختلف تماما تفكير مختلف تماما التسارع الذي نحن فيه غير حتى العمر الأساسي لفترة المراهقة ممكن قبل نعيش فترة المراهقة متى تبدو يعني سبع ستعش ممكن توصل لثمانتعش نبدأ نعيش فترة المراهقة ولكن الحين في الانفتاح الموجود في الأجهزة الذكية والتواصل الاجتماعي الذي نرى نجد المبادرة للمراهقة مبكرة والخطر أقرب للطفل أو لمن يصل إلى مرحلة تحديد الميول أو المراهقة أقرب للخطر من أي وقت آخر فدكتورة كيف انشخص المراهق وكيف انتعامل ويافها الزمن أول المراهق من اسمه الرهق معناته أن التغيرات التي حدثت في جسمه أرهقته وأصبح جسمه يكبر أسرع من القلب القلب يأخذ فترة أقل في النمو والجسم يأخذ أسرع نموا من القلب ولذلك القلب سيرهق فنشوف ضربات القلب للمراهق غير ضربات القلب للطفل والكبير فالمراهق ليس سموا مراهق لأنه يرهق القلب من كثر التطورات السريعة نحن قلنا من المساع قلنا أن التطورات تحدث نتيجة لتغيرات هرمونية فالطفل عندما يبدأ البلوغ فترة البلوغ يبدأ التغيرات الهرمونية تظهر وعلامات الذكورة وعلامات الأنوثة تبدأ تظهر إذن مرحلة الهرمون التغيير نفسه المرحلة الثانية للتغيير للمرأة هي التي تكون فترة ما بعد سن الخمسة واربعين أو الخمسين التي تبدأ فيها مرحلة نسميها سن التغيير غيرنا اسم اليأس إلى سن التغيير نفس الشي الرجل لما يكون عمره من 12 سنة يبدأ هرمون أو علامات ظهورة الأندرجين عنده بعدين يظهر هرمون التستثيرون الذي هو الأساس للرجولة فهرمون التستثيرون سيظهر علامات الرجولة عند الرجل بعد ذلك سيظهر هرمون الجنسي عند الرجل بعدها لما يصير بعد الخمسين يبدأ هرمون التستثيرون يقل فتبدأ ظهور علامات أخرى له فالرجل والمرأة ترى لهم أثنين المرأة التي يسمونها سن التغيير وهو بعد سن 45 سنة ونفس الشي الرجل بعد سن الخمسين تظهر عنده هذه العلامات فعندي تغييرات تحدث نتيجة بداية المراحقة فإذا يبدأ المراحقة لو تسأل أي رجل عمره 60 سنة وما فوق يقول لك أحلى مرحلة يقول لك المراحقة لا يتذكر نفسه إلا بالمراحقة لماذا؟ لأنها بداية التأثيرات النفسية هي المراحقة لأنه بدأ يكبر يحس نفسه أنه كبر وصير ريال والبنت نفس الشي صارت مرأة يعني ما الفرق بيني وبين أمي بداية الطاقة ما الفرق بيني وبين أبوي أنا نفس الشي أنا ريال وهو ريال مرحلة إثبات الوجود وإثبات الحبور يبقى إثبات الوجود كذلك يثبت نفسه داخل البيت يعلي صوته محد يأخذ براية يعصب وأنه يأخذ حكم في البيت يعني يبدأ شوية الانفصال العاطفي نسميه الانفصال العاطفي بين الرجل والمرأة اللي هم المراهقين عن الأسرة فنلقى ليس يميل حق منه حق الأفراء الأصدقاء يقول صاحب صاحب صح أو لا فرح يسحبه منه الأصدقاء أكثر من الأسرة فإذن من طين وإذن من عين حق الأم ولبو وفاتح اثنين حق منه حق الأصدقاء وممكن ليس الأصدقاء ممكن الانسجام يكون أو التوجه يكون لميول معينة قد يكون قدوات معينة في باله أو شخصيات مشهورة شخصيات عامة هذا عادي هذا نقول تقليد للشخصيات هذا شيء طبيعي من الطفولة تقليد للشخصيات لكن عندما يكبر يبدأ الميول تختلف ميول الذكر للأنثة ميول للأصدقاء ميول للربع يعني عندما تقول رفيجيك فيتشري ما يرضى يزعل عندما تقول لأبوك فيتشري يقول عادي لماذا؟ لأن ميول الآن تجاه الأصدقاء أكثر ولذلك لما أعتقد كثير من الدعايات أنه للصاحب ساحب واللسان يجب يختار صديق الصدوق الذي يكون قريب منه هذه مرحلة جدا مهمة فيها ولذلك سيرهق نفسه ويرهق منه يرهق أسرته فإذا المرحلة عدت بسلام سنجد الأسرة ترتاح إذا مرت بسلام يعني لا فيها مشاكل كذلك الأسرة ترتاح لكن لا يكون الأسرة ترهق من هذا المراهق لما تكون هناك بعض الأشياء التي تأثر على الجانب الأخلاقي تأثر على الجانب السلوكي عنده الجانب الفكري المعرفي هذا يأثر جدا على علاقته في أسرته أنا كأب كيف لا أبوق من ولدي هذه الفترة لأن هو يجب يعيش لأن كل إنسان يجب معيش مرحلت العمرية ولكن كيف أستطيع أتعامل سواء كان ولدي أو بنتي كيف أتعامل معهم بهذا الفترة نقول إذا كبر ولدك خاوي صعب أنك تعطي أوامر لأنه لا يسمع سيكره شيء اسم قانون ولذلك ستجد مشاكل مع المدرسين مع الإدارة في المدرسة مع الأب في البيت لأن هذه الأساس القوانين في البيت سيجد ويد حنور مع أمه لأن الأم الجانب الذي لا يعطي أوامر من الأب نعم فنجد ويد قريب من أمه ويد يستشيرها ويد سيكون لا يحب السلطة يتهرب من السلطة بهذه الطريقة لذلك لابد أن يكون الأب جدا قريب من ولده وهذه المرحلة إذا كان ولد سيكون قريب من الأب لا يكون في فترة حزم لما نقول خاوي خاوي ليس معناته أن نعطي على راحته وكيف أراقبه ولكن من بعيد بدون ما يدري أطالع شي سوي وين يروح ويني ومنه أصدقاء ومنه معاه ولكن بدون ما أنا أقول له أنا قاعد أراقبك أو أنا عارف ما قاعد سوي أو ما سويته أنا أدري فيه إذا أخطأ المراهق لا تيت توبخه لأن ستأخذ العزة بالأثم فلما أي أخطأ تقول تعالي يا والدي نقعد معاه نسولف معاه والله تعالي ننطلع مكان نقعد مع بعض نسولف مع بعض وعلى أشياء لي مثلا ستكثر الأوامر عند الأب وتكثر الطلبات عند المراهق دائما المراهق يطلب أبي أبي آيباد 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 معروف هذه الأشياء كلها الإلكترونيات أبي جميع الأجهزة جميع أنواع الألعاب الستيشن الأنواع كلها لازم عندها جميع أنواع الأونلاين الذي يعملون فيه الآن كل هذا من أين يجب طربات 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 من أين فلوس يحتاج إلى أن يكون هناك قريب مننا دعم مادي ودعم نفسي لماذا لا نشتري لك لأنه كذا كذا أنت ماذا سويت عشان أنا أعيب لك فلما يكون الأب جدا قريب من والدي يعطيه مو ما يعطيه لكن يعطيه لهدف لما ويعطيه لهدف نفس المراهق يعتز أنه عنده أبو يفهمه ودائما مشكلة المراهق أزمة أثبات الذات أنا منه أنا ليش أنا ليش أنا ليش أنحط بهذا الوضع ليش هذا أحسن مني ليش أنا ما حد يحبني دائما كلما يعني أنا ذكر يعني هنا فترة المراهقة إذا ما عطونا أهلنا شيء واحد ما يحبونا أكيد تكرهونا أكيد نحن مو عيالكم لقدنا عند المسيد دائما كلمتهم هذه أننا أنتم ما تحبونا ليش لأن نحن ما عطيتونا الطلب الوحيد هذا معنا لو نشوف عايشين أحسن عيشة وأحسن مكان لكن تعرفوا كيف أنه إثبات الذات صعبة بالنسبة للمراهق نعم كيف تواجهون عناد عيالكم بعد الفاصل الدكتورة تقول لازم تكون قريب من عيالك في خصوصا فترة المراهقة لازم تكون قريب من تصرفاتهم خاو والدك وبنتك شونت التعامل مستشي الأم مع البنت أكثر هم يخاوي بنتك هم يحاول أن يقرب بنتك بس تكون دائما المراهقة تكون قريبة من الأم الفتاة تكون دائما قريبة من أمها تقلد أمها تقلد طريقتها حتى كلامها وصوتها رح يصير قريب جدا من أمها الولد رح يكون ويت قريبا من أب يمكن دكتورة أنا في بداية كلامي قتلت شغلة بأن التسارع اللي احنا فيه عيشنا فيه يعني قمنا نشوف أجيال تختلف أو يختلف يجبر الأطفال اللي هم الأطفال بأن يكونوا مراهقين أشلون نقدر نتخلص من هذا الموضوع هذا أشلون نقدر نفهم الأطفال اللي لاحن ما وصلوا إلى سنة المراهقة بأنهم معاشين جوهم أو معاشين المفروض يعيشونها أو البيئة المفروض يعيشون فيها أحنا صار ترى ينفرض علينا يعني خاصة الآباء صار ينفرض عليهم اللي هو الأيباد الأيبود الإلكترونيات الفيسبوك يدخل الطفل على أي شي يبيه الجوجل يعني حين صار الطفل مثقف عمره ثلاث سنوات عنده أيباد يعني إذا ثلاث سنوات يدخل على الجوجل عادي يدخل على الفيسبوك عادي يدخل على أي برنامج يبيه عادي فهنا وين يحتاج رقابة بس يعني يحتاج أنه يشفر الجهاز إلى بس الأشياء اللي هي تهم الطفل هذا طبعا كل مرحلة غير عن مرحلة الآن صاروا يخرعون عيالنا يعني عمره خمس سنين ست سنين فاهم كل شي فيه مبالغة بالتصرفات أو يعني تقول لا لا الحين يا أهل أو لا الحين هي أهل مبالغة في مثلا البنت لما تحط ميكب فل ميكب ومثلا مستنسة في بدلة العيد ومستنسة في احتفالية معينة واستقبال أو عرس فالتغيرات هذه اللي قاد تعيشها أبنية ما هي بعمرها وأيضا الولد نفسه ممكن أن يلبس أو يتكلم أو يتصرف بطريقة ما هي من عمره كلمة لحينة يا أهل هذه نسمع هوايد ويرددون هوايد فهل إي خطرة أن نحن نأخر تعاملنا مع الأطفال مع أطفالنا للأسف كثير من الأباء لا زالوا عيالهم نظرتهم لهم أنهم صغار للأسف أن الطفل لا عاد صغير الطفل يفهم عمره ثلاث سنين يحاورك يناقشك يقول لك عمره ست سنين ست سنين صار تنها ريال صغير أو تنها بنت صغيرة يعني تبدأ تعرف ومفاهيمها ويمكن تتغلب عليكم أو يتغلب عليكم والولد بالإلكترونيات لا تصيدونه صحيح أنا أتحد أي واحد يقول لأبوه مع ولده يتحدون بالتليفونات الولد يغلب لأن وائد شغل نفسه بالإلكترونيات هذه أكثر ومطلع أكثر حين أنت لا تتحاجج أنك بعدك صغير لا ترى الأشياء ومن يقول أنت لا تستطيع تحكم تصرفها لأن يستطيع يسوي من وراك أشياء كثيرة فخلينا نكون مع أبنائنا وما يقع يسويهم ونكون الأصدقاء لهم ليس العدو الذين يخشون عننا ويخافون العقاب إذا هو يخاف منك العقاب من وراك يسويه صحيح فإحنا لازم الأب أو الأم لا تعتقد أن طفلها لصغير عاد صغير لا عاد صغير الآن صار مجرد أن عندها هذه الأجهزة لا عاد صغير مثقف والآن ثقافة هذه الوسائل هذه أكثر من ثقافة الأبوين الذين يعطون هايهان يعني هو مجرد يدخل على التلفزيون الطفل عمره سمتين ثلاث سنين قاعد عند التلفزيون يطالعه هذه ثقافة ثاني شيء غير الآيباد والآيبود وغيرهم من الأشياء هذه ثقافة ثانية فإحنا ما نقدر نقول أو نحكم على أبنائنا أنهم صغار نعطيهم مؤهلات أقول لقصص صارت القصة شديد شديد صار هذا لفلان صار لكذا قصة صار لكذا مثلا صار لكذا موقف هذا الموقف أدى يخلى أنه يكون علاقته سيئة مع أبو وأمه علاقته مثلا أو أنه وصل إلى درجة مخالفة القانون يعني حين الطفل يقدر يدخل تويتر وحين محاسبة على تويتر يمكن الطفل عمره يمكن لا يتعدى عشر سنوات خمسة عشر سنة و لا زال طفل مراهق يقول كلمات و لا يثمنها لأن أثبات الهوية لا يوجود صحيح يلقي بكلامه من يحاسبون يمكن يكون كلمة سامحة تلفزيون أو سامحة مكان وهي خطأ و الآن يعاقب القانون عليها لازم نعلم أبنائنا أيضا في دراسات استخباراتية غربية أثبتت بأن كم كبير من المتحرشين جنسيا بالأطفال موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي يصطردون بالماء العكر و خصوصا يواجهون هذه الأمور إلى الأطفال نفسهم خاصة لتويتر ما لتويتر هو الممكشوف فقد يشذب الطفل و يقول أنا عمري عشرين ثلاث عشرين أو يسوي و يروح ابنيسة و يروح ريال لا يكشفه عرفت لذلك سيصير تواصل مع الآخرين على أساس أنه كبير فبالتالي ندخل في مجال القش و الخداع و الأشياء التي فيها المحرمات اللا أخلاقيات ستدخل في هذا الجانب بسبب أن هذه الوسائل لا تكشف لك الشخص الذي تتحدث معه نعم بالنسبة الجانب النفسي لتكوين شخصية الطفل نفسه أو تكوين شخصية المراهق بعض المراهقين يعانون من صعوبة النطق أو صعوبة التعامل مع الحياة بشكل عام صعوبة التعامل مع الآخرين نتيجة لسلبية معينة كانت بحياتهم كلمين عن السلبيات التي يمكن يواجه الطفل إلى فترة المراهقة خاصة فترة بداية الطفل عندما يبدأ يكبر يبدأ يتواصل مع الآخرين عندما يتواصل مع الآخرين مثلا يلقوا يقول لا تتحدش أنت بعدك صغير أنت ليس ريال فيبدأ يتأتي الطفل يكلم مثلا أبوه يكلم الناس كبار يبدأ يتأتي خوفا من السلطة تذكر ها لم تقلت لك السلطة السلطة دائما تبدأ بنوع معين من الكبح فهذا الطفل عندما يصد أو يحقر أو يقلل قيمته يصبح عنده يندقر يصبح عدم ثقته في نفسه كذلك مثل ما قلنا أنه عندما يبدأ يظهر هذا الطفل نوع من الكبح يأتي من الآخرين أنت شنو عشان تتكلم أنت من عشان تقول كذا يعني للأسف نلاقي ساعات الأبوين أهم السببب ساعات الأستاذ نفسه في المدرسة قد يكون أه هو السببب وكثير من الحالات الأطفال اللتيني أنا في العلاج النفسي يكون سببهم شنو ما يريد يروح المدرسة لأن الأستاذ قال له كذا فيتظل بباله أنه غير قادر لا لديه أسلوب للتحدث أنه ليس أنت يكف عشان تتكلم وترد عليه لو يصحح الأستاذ يا ويلك هناك أشياء تصير حق الأبناء أثناء فترة نموهم يبدأ فترة المراهقة يصير عنده عنف شديد ضد السلطة مثلا ما قلنا لما يصير عنده هذا العنف يبدأ أولا يصير خجول لا يستطيع يواجه أو يكون عنيف وعدواني تجاه الآخرين خاصة السلطة من المدرسين فنلاقي كثير من الطلبة يتحرش في الأستاذ يضرب أستاذ يخرب سيارته لماذا؟ لأن هذا السلوك العدواني يأتى من وين أن الأستاذ نفسه لا أعطى الطالب فرصة أن يعبر عن نفسه أو أن يقول راية أو أن يا ويلة لو قال أنك أنت غلط يا أستاذ يعني أنا عانيت كذلك مع يوم بنتي قالت حق المدرسة أن الاسبالينج الذي قلنا بالإنجليز غلط يا ويلة صارت قصة لماذا تقول لماذا تقصد جدام الطالبة لماذا تقصد ولكن فعلا أثر عليها أن لا تقول إذا أنت فاهم روح لها ولي لها ولا أن تقول لها جدام يعني يمكن أن هو صح يحراج لكن لماذا لماذا تقصد في كثير من الحالات أن الأبن لم يقصد أن يقول الكلمة أو لم يقصد أن يرفع هذا الصوت على الأب وعلى الأم على الأستاذ على الأكبر منه ولكن تفهم هكذا بسبب أنه فترة المراهقة إذا النظرة التعالي التي تشعر فيها الكبير جدام الصغير حتى لو كان مخطئ في تصحيح هذا الخطأ لا يمكن أن يتقبل منه طبعا وهذا الخطأ الذي نرى ثقافة الأجانب عندما الأم تغلط على الطفل أو تعطيه غلط أو حار تقول سوري نحن عندنا سالفة الأسف هذه شي فيها يعني ذبق قبائل شنو يعني ليش الكبير يتأسف من الصغير يعني وهذه ثقافة موجودة يعني أن الكبير إذا أخطأ في حق الصغير يمكن ساعات الأبو يقول لأم أم فلان سوش يروح يطقه والولد لا يدري السالف يطلع موقعه فما الأبو يقول لأ أنا آسف غلط طقيتك بالغلط ما يقول له يسكت عن يخليه وهذه غلط مفروض أن يتعلم الطفل من الأب سالفة أن أنا أتأسف لو خطأت أيضا عندنا ثقافة ثقافة انفصال الزوجين بالمجتمع الخليجي نقدر نقول أو المستوى المحلي تختلف اختلاف تام عن الثقافة الغربية نرجع مرة ثانية حق نفس الموضوع هناك ممكن أن نرى رغم أن هناك انتقادات وتحفظات كثيرة على طريقة تعامل الآباء بالأبناء في الغرب وطريقة انشغالهم عنهم أو حتى سنة الثمانتعشر أنا لا أريد أشغال فيك أربتعشر من أربتعشر سواء الله خير لكن هنا لدينا الجانب الأسري والتواصل يكون إلى ما شاء الله لكن بالنسبة حق فصال الزوجين نرى أن المشاكل النفسية كلها تتراكم ويكونون ضحية الأبناء غير وشيء يختلف تماما عن طريقة تعامل الآباء بالأبناء مثلا الآباء الغربيين بالأبناء لماذا نرى الاختلاف هذا هو الأساس أننا الثقافة ومفروض ثقافتنا إسلامية لما يصير فصال طلاق بين الزوجين لا يشغل في الأبناء أحبهم بتجاه الأم أو تجاهها سواء الأم تزوجت أو الأب تزوج فأنا قاعد أشوف خاصة عندنا إذا الزوج انفصل عن زوجتها أو طلقها كأن نطلق عياله وياها فيعني ينسى أن هذه العيالة وهي تروح الدور في المحاكم عشان يطلع النفقة حق عياله وكأن هو يعطيهم مقصوب أن يعطيهم هالفلوس يعني بعرف هذه الثقافة لماذا موجودة خاصة في دول الخليج أن الرجل إذا طلق الزوج ما لشغل هذا لأبنائك هذا لن ما ينتسبون إلا لك فللأسف أنه الزوج الذي تنحى أكثر من المرأة المرأة دائما قريبة من عيالها حتى وإن كان هناك طلاق أو انفصال رح تظل أي المرأة تحب عيالها حتى لو تزوجت لاحظ حتى لو تزوجت ظل تحن على عيالها وتحبهم حتى لو كانوا مو عندها أو أن تربوا مع أبوهم الظل تحبهم لكن للأسف الأب لا الأب يتزوج لا الزوج مات بأبنائه فهو ما يبي أبنائه يختلس الفرصة أن يرى هم في مكان عام بعضهم بعضهم للأسف يأخذ عيالها من المخفر و هذا والله لا نسمع و لا لا سأرى المخافر الحالات التي يكونون قريبين جدا يكونوا يدعمها والخال والذي يصير لها ينتقم من أبنائها من الزوجة أننا ننتقم منها بأبنائها أننا نروح المخفر وأشتكي عليها لو تأخرت دقيقتين ثلاث صح يعني أشوف ليش هذين لأبنائك أول و تالي هم منتسبين لك و من لحمك و دمك هذين لا يحتاجوا لك كأبو عطهم فرصة أنهم يكونون معاك ليش ما يكونون مثلا تخصص لهم أيام تكون معاهم فيها أنت مات بالأم أخذ ابنائك لا لك شغل في الأم الأم يمكن تمشي بحياتها لكن الأبناء هم لك فأنت المفروض يا أب تتفق المرأة لا تشحن عيالها على أبوهم و الرجل لا يشحن عيالها لأمهم لأسف هذه الثقافة موجودة عندنا أثرته الحوار و شكرا لهذه المعلومات القيمة صراحة يأتي العافية على الموضوعين التي طرحناها مياك اليوم تكلمنا عن نفسية المرأة و السيكولوجيتها و أيضا دكتور نادي عندها كتاب اسمه سيكولوجية المرأة خصوصا في أثناء الحمل و طريقة نفسيتها تكلمنا عن المراهقين كل الشكر على المعلومات التي خذناها من نتش و كل الشكر على قبولة الدعوة أستاذ المنفس بجامعة الكويت الدكتورة نادي الحمدان كانت ويان على مدار هذه الساعة كل الشكر على حسن متابعتكم و شوفكم على خير في الأيام القادمة و مع ألف سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة